قايق رجعنا لكم من جديد ونمشي وتوالي الزابينج في الزابينج مش نحكيه على ملخص التقارير السنوية عن استخدام السوشيال ميديا ذا يحسب الشركة لتحليل البيانات تقولك انه عدد مستخدمي السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي تجاوز خمسة مليارات يعني اكثر من ستين بالمية من سكان العالم وهو رقم مهم ومهم جدا لونك اكثر من ستين بالمية يستعملوا السوشيال ميديا دون كوني نفهموا اللي صغار كبار حتى لي ما خلطوش يعني على العصر هذي توا قاعدين يواكبوا يقولك انه انستغرام المنصة الاكثر تفضيلا يعني طوا يستخدموا انستغرام اكثر حاجة بنسبة خمستاش بالمية بينما التيك توك هو اكثر استخداما بستة وثلاثين ساعة شهريا دونك التيك توك كل انستغرام هوني اكثر زوز حاجات منصات اللي قاعدين يستخدموا فيهم حاليا سنوات التالية نتفكر انه الفيسبوك كان هو دونك كل ما تظهر اابليكاسيون جديدة تكون معناتها ربما يستخدموها اكثر سجلت مقاطع الفيديو على تيك توك المنتال تسجيل الاجمالي كان خمسة وخمسين فاصل خمسة تريليون مشاهدة ماشا الله وصل معدل الانفاق على الاعلانات الرقمية اذي الفين وثلاثة وعشرين ما نجموش عشرة اه بالمئة دونك هذي هي التقارير التقرير السانوي على اللي يتحدث على استخدام السوشيال ميديا وهوني نحكيه على اه بالتبعاء اللي يستعمل في مقاطع التواصل الاجتماعي في العالم ككل بالتبعاء شركة البيانات هذي هي شركة اه مصرية معروفة جدا لكن تحكي على العالم ككل مشكل في العالم العربي اه اه انا نصار العالم العربي حتى اكثر واكثر هوني دي ما نقولوا اه كيفاش نستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش نجمو نوظفهم فما ناس اللي استخدموهم بطريقة ايجابية وفما اللي بطريقة سلبية وهوني موضوع اي طول اه شرحوا اه بتبعاء مزلنا في اه وسائل التواصل الاجتماعي ونعرفوا ان اللي البودكاست ولات موضاخ وخاصة في تونس فما برشا برامج في النهاية 2023 وبداية 2024 من بينهم برنامج سهيل الغداوي اللي كانت ضيفته الممثلة وحيدة ادريدي في جولدن بودكاست واللي في تصريح لها قالت في تونس البيبان معاتش مفتوحة برشا مش من طبعا انه نيقفوا ولوجوا على شي ناملوه قالت انو مثلين الصغار مازال عندهم افاق باعتبار انو السيناريوات اللي قاعدة تتكتب توا قاعدة معنتها تتكتب لاكتر لجيل جديد لكن تصور بعد فترة بيش يتعرضوا للي نحنا تعرضنا له قبل وكانت عطات يعني امثلة وقالت اللي فما شكون سبقها حتى كما نايمة الجيني دورسات ماملو كاميل باكوج اللي هما كانوا نجوم وفشأة اا نساوهم وقالت انو هي متوقعة انو بش تكون اا نجمة وفشأة ينساوني وصغر كيف كيف ما عرفت شو انت عليش التصريح هذا يعني انا نعتبر وحيدة دريدي ما زالت نجمة وما نساوهيش الناس ربما شافت روحا انها ما عادتش مطلوبة برشا ولا ما عايتول هاش في اعمال درامية وحتى كوميدي على شليف العمال رمضانية بصفة عامة ما انو احنا شهر ربضان اذيك الشهر اللي اللي تكثر فيها الاعمال ولي يخدموا فيها اكثر ربما ما عايتول هاش يخي هيا شافت انها منسية ولا غيره لكن عند الجمهور لا يتفاكرك بالجديد وحتى اعلاميا مطلوبة وقاعدة نشوف فيك موجودة كضيفة يا وحيدة الدريدي نور الدين الباجي في تصريح ليه البرحة لقناة تونسنا قال غنيت في نفس السهرات مع جورج وصوف وراغب علامة وانا كنت النجم وانا الاعلى اجرا هذا يا تصريح النور الدين الباجي اللي يكشف خفايا ربما جمهور ما كانش يعرفها عليه هوني نجمه اللي هو ما استغلش نجومية اللي وصل لها في وقت من الاوقات في وقت واجيس في بداياته وهوني كي يحكي انه خدم مع جورج وصوف وراغب علامة ليهما اليوم نجوم صف اول ونجوم يعني معروفين بالكده بالكده في العالم العربي وكان هو يغني في نفس السهرات معهم لكن يوم هما تقلقوا عليه هوني نهكيوا على الف فرص كيفاش ناس نجم تستغل فرص دي تجيها وكيفاش يكون عندها نفس السهرات نجم تواصل وتتقلق والعكس نتمنيروا بتبيع النجاح والتوفيق وعليش لين نجو نشوفوه في قادم الايام نجم يكون ويحقق الشهرة العربية كيف كيف زادا مبين الاخبار اللي وحنا نعملو في الزابينج الاخبار مبين الاخبار اللي راجت الجمعاتية بالكده بالكده الفنينة مانيل عمارة اللي قعنت على حملها عبر الانستغرام متاحة وقبل ساعة الانستغرام مانتها مش في بيبليكاسيون ليه في اغنية جديدة سامتها عندي بامبينو برشا قاعدوا يتسألوا وقتاش صار الحمل هذية علمنو اني هي نشحت في اخفاء حاملها قلولها ربي وصل بالسلم وبتبيع وصفته في شكل اغنية اللي توا فاقت المليونين مشاهدة خليتها في ظرف يومين ولا ثلاثة فنسب مشاهدة كبيرة برشا تلقاوها اكيد على شان يوتيوب مانيل عمارة وهوني نارفو لستغر يوصلون منتها النجومية كما نجومية مانيل عمارة ينجموا يوصفوا حات حياتهم الشخصية الى اغاني ويوليوا الاغاني دي او اخبارهم ساعة والتراند والاغاني يكون فيها نسب استماء ونسب مشاهدة على اليوتيوب كبيرة ياسر كما الاغنية دي المانيل عمارة نواصلوا معاكم بعد شوية وكانت هذه فاقرة الزابينج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة